النمر النمر اي يا دكتور اي يا دكتور هو امر يا دكتور باش مو أنت صح ما لسه ما جايش صح؟ لا لسه ما جايش بس هو على وصول طالما دام ما نال هنا هو مش هيتأخر تمام طالما ما حاجة دي؟ لا لا روح انت يا طن سميرة لا لسه ما جايش أول ما ييجي ياخد واطل على طول معلش معلش يا حزم يا بني لانا أتعبك معايا وبشكرة قوي طنط ما ديليش ان شاء الله خير يالله سلام سلام يا حبيب سلام قال لي كيه؟ قال لي هيستنى تحت ويجيب ويجي كويس انت صحيد دلوقتي انا مش عارف ايه اللي صحان انا محظ حلم وحيشني بالإيدة مش كفاية علينا غياب اخته بقولك ايه؟ انا ما شوفه مش هقدر امسك نفسي ولا هقدر اشد عليه انت بقى انا بقى ايه؟ ما هو عشني زيك بالظبط معلش ما لازم حد يشد وحد يرخي عشان ما يستسهلش الهجر والخصام معانا ايه انا موافق انا هادخل قبل ما ايجي واسيلك انت بقى تحضنية واتبوسية زي ما انت عايزة واطلع انا اتفاجئ بيه اديه الوجه وانت بقى الصالحين اتفقنا؟ اتفقنا بس الصالحين على طول ما تطوليش علي لا مش هطول انا يا سفاسينا انا اللي غلطة بس في الاول وفي الاخر دي امك ولازم ترضيها انا هقدر تطلع معايا الفوق تبوس ايديها وتقول لها حقك عليها صبوة بحلم خاصمة وكمان ابوك زعلان منك انت قادر تعمل كده ازاي؟ انا متعرفش بتعمل مع منال ازاي؟ منال لو عارفت حاجة زي كده ممكن يحصل لي مشاكل انا متعرفش منال لا عارفها عارفها كويس وعارفك انت كمان طب متغير ياحمد مش انت ياحمد اللي انا عارفه متغير زي ما انت عايز براحتك بس مش علي ابوك واما طب انا موافق بس منال ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده يعني ممكن تقول لها ان هي اللي اتصل بيها وصلحتني يا رائب ايه العارف ده؟ في ايه مالة؟ هي مسك عليك زلة؟ منش كده يا حازم بس منال زعلها وحش ولما بتقلب وشها حازم قريب تفهمني انا بحب منال قوي بحبها بشكل انت عمرك ما هتخيله مشان كامش بعرف ازعلها ان هي لما بتزعل انا بشوف كل الدنيا سعودة وانت لو زعلت امك هتشوف الدنيا سعودة برضو بتزعلش امك بس بتزعل ربنا كمان فاهم ده ولا مش فهمه بحب منال زي ما انت عايز براحتك سعايز اقولك العاجة في ايه قلبة من بتوع منال دول انت ممكن تسيبها وتتجوز واحدة تانية هتشوف بديل يعني ان مامك وابوك من اومش بديل بنا يديهم الصحة وطولة العمر ايه يا اخي انا نفسي في ثانية واحدة بس مش ههمي فيها ريحة امي او اسمح حتى سلطة بوية بوية احمد بوية احمد طب يومين كده وان شاء الله الموضوع هيتحب دلوقتي لا يا حازن يومين ان شاء الله وانا هتلع لها وحل الموضوع بإذنك معاً اذنك موسيقى اه يا حازن مالاه احمد لي مش معاك هو ليس ما جايش؟ والله اطان انت ومجهول شوية وانت عارف اش هيكة جدد الفتاح هيعني تعبه شوية طويب يا ابني تردل يعني هو لسه هيجي دلوقتي اه طبعا اكيد اكيد ان شاء الله اكيد اه هتكون قلتله ان انا قلتلك لا طبعا اه انت يعني هو لسه ما وصلش بيته مش كده لا اهو وصل اقتلع بيته خلاص طب هو ايه يعني اقتهمني يا حزم في ايه هيجي ولا مش هيجي لا طب انت مش عارف وعايز يعمل ايه بالزبط مش عارف هو رفض هيجي مش كده هو مرفضش هو بس يعني مش عارف اهلا 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 يا حزم اهلا اهلا افضل مالفين احمد جاي اكيد هيجي اهلا 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 اه ما تفاهم قريبك ده؟ حبيبت يا مش قصب بالعافية هو عنده حق في الأول في الآخر ده أمي والله إنت غلبان وطيب يعني إنت موخك ده باش مهندس مصور لك إن حازم يعيني ما شغول بعلاقتك بابوك و أمك أم الله هيكون إيه؟ على فكرة حازم إنسان طيب جدا إنت بس اللي مش عارفاه لا أنا عارفاه وما هوش طيب ولا زفت حازم له أكتر من غرض أولا هو عايز يبقى كبير العيلة وطبعا أنت خليك نايم في العسل ثانيا هو بيكره علاقتي بيك مش عايز علاقتنا تستمر بيكره حبنا البعض بيقولك هعمل إيه؟ أويك علي يا بمك لا لا ثانية واحدة بس إيه اللي أنت بتقولي ده؟ هو حازم هيكره علاقتي بك ليه؟ لازم تعرف يا أحمد إن حازم بيغير منك أولا أنت أغنى منه ومتجوز واحدة زي الأمر وبنت ناس وحياتك كده ريئة وأحسن منه يعني حياتك كلها على بعض أحسن من حياته وطبيعي بقى ويبقى غيران منك عايز يؤذيك والمصيبة إن مامتك بتساعده في ده كلهم عايزين يشوفونا مفاصلين عن بعض ومش مع بعض وإحنا مش لازم نسمح لهم أبدا بده وإحنا مش لازم نسمح لهم أبدا بده وأنا سألتك إيه سر فرحك ده كله قلت لي عشان ده اللي هنموت فحضن تفتكي يا توفيق ده اللي هنموت فحضنه خفي عن نفسك يا سميرة ابنك لازم يفوق وما فقى شيء إحنا لازم نفوقه ونفهمه غلطه أنا أنا من بكرة الصبح هنزل أشده من ودنه وأجيبه الحد هنا نعود ده بقى يا سميرة 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 آه لا يا الله يا سميرة يا مني يا الله يا الله لحوة إله البشوانت صحبت فين؟ جرى يا أنمر وهو في إيه؟ البشوانت صحبت فين؟ فيه يا أنمر بشوانت صحبت لازم تنزل ضروري عند الحج ليه ضروري ليه؟ ثانية واحدة فيه أصلي أصلي إيه؟ ما تندق ما تندق خرمضة ما تندق ما تندق اشتركوا في القناة